السلام عليكم شغاد رجعت لكم من جديد بلعبة سيرفايفل اند كرافت وهي لعبة انتجاه في المحيط واليوم نعرف كيف نقتل القرش القرش الغتت لان القرش يسوي لك مشاكل طور الوقت كل ما تبني في العبارة حقك يكسر الخشب عليك في الليلة اليوم يعني ابركم كيف تقتلوه وعيش تقتلوه فيلا بنا على اللعبة لا تنسوا من اللايك والاشتراك اذا عجبكم المقطع يلا بنا على اللعبة الان دخلنا اللعبة خلينا نشوف كذا نبو القرش يعني يجي بس اخافي طبعا علي الليل شوفوا هذه الليلة الزراعة الي تقدر تتاكل منها يعني ولازم انام عشان يكون يعني الضغل انه الليل قريب ومشكلة ما بشوف القرش بدنام والان نصحب ارضان الليل لان نزدنام كمان ثاني ايوه كذا حلو كذا الان يعني الصدق وكل حاجة بس طبعا المطر هي سلامية اذا نشوف المطر كيف المطر في المياه الان نضغ القرش بس يطلع بعدين نقتله المهمة هذه هي الزراعة الي انا زرع فيها وشوف الموية كيفها هالي حاجات يعني تجيبها يعني تجمع موية المطر وهذه انت الحاجة تهم بدري اول ما تدى لعبة انا مو بحاجة الموية الان خلاص حقه بس مخليها عشان بعض الاحيان يطلبوا يعني خبز تسوي خبز تحتاج عجينة والخبز له شغل حاله مهن هذا الفلير كان عشان لو جاء رايسة هينة ادوك الان اضرب واحدة فلير كان يعطيني مساعدات اا مو شغل من الفلير كان الان نخليه ونشوف متى يطلع القرش بس طبعا نشوفوا هذي كلها يعني محلاتها بدل ما يعني ادور موارد بيدي في هذه الحاجات يعني تمسك الموارد الحالة يعني مغير متعبانة طبعا ده متقدم والان هذا اصلا نصير لانه انا باند الدور غالف اا ابني عليها بريب ان شاء الله اا هذي برطة الهداة تجي مع التقدم تحصلها ويعني تسوي يعني تسجيبها معك في اللعبة والان هذا فوق اللي هو الدور الثالث لسه ما قررت ايش ابنيه قدام كذا ان شاء الله اشوف ايش اسويه يعني المهم هذا شوف 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 كيف البحر من البعيد مناظر حلوح وايوه وشوف ان يعني كيفها يعني حاجات جميلة وهذه شجرة النار جيل يعني تجيب لك الماء والاكل من نفس الوقت لازم يكون عندك منها هذه شجرة النار جيل جميلة جدا ويعني تغنيك عن الماء والاكل لكن مرضو لازم يكون عندك حنوعة الاكل وغيرها فعندك لحم القرش مغل من الليم حنصيد قرش ان شاء الله ونطبخه ونشوف كيف حركة هذه شوف كيف البحر جيلة نزلت نضجتنا على المطر ونزلت تقدر يعني تنسل تحت تشيلت جميعها وتعمل بها طبعا هذا الجهاز حق الجسر الجزر الفات يجب لك الاحداثيات حقها وابتدى تروح انت الجزيرة تطور فيها بغلو انه في شيء يعني حاجات مجيدة ماذا ما تحصلها اللي في الجزر وهذا الجهاز ضروري والمهم الان نشوف القرش اجي والا بعد نشوف الماء كيف تعبتوا على المطر يعني سلا مئة في المئة معك خزانات عملتها انا برضو حد فيها كانت في الوقت الضروري نحن بيعني الان القرش اجي يعني السلا ماذا هو اللي ما تزيدني كان لكن اليوم مع الشيء بهذه الحربة قتلناها شوف 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 ثلاث ضربات فقط يموت على قرش الان ناخده ونسوي له نروح مطبخ لحمه ونأكله بذل ما تاني اكل الخشب بحين نوريه كيف اذا جايز لحمه موجود في الامتوري حقي اخلاص كده انا شوف يعني قتلته الان يعني افتكينا منه الان افتكي منه دقيقتين كده تقريبا باللعب وبعدين يرتع ثاني بس مدان ما تقدر تقتل بسهولة ما في مشكلة باللعب هذا الشنب معاكم الان يلا روح نطبخه سريع سريع الان اه بتروح نطبخه شوف الزراعة شوف الزراعة ازرع قمح القمح هذا لازم تروحه في الجزر عشان تقسله وتجي تزرع وعندي طواعين بردات على القمح يعني تطعنه في الطواعين وهذا الفرن حد القمح حد الخبز المهم مهمة الان هي طبخ القرش اللي تاخد منه قطعتين هذا قرش مطبوخ مهو قرش هذا كمان هذا لحمه واحدة الجزيرة وجدته لحم غزال ما علينا ماناك هذا لحم غزال هذا نطبخ القرش نحطه الآن خلاص نحط الخشب اللي هو الحطب عبينا المنقل هذا المناقل عبيناه نجيب هذه هي حد القرش القطعتين باحم قرش تعزج الآن برفضها مكافل الآن 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 عشو معزومين معانا على لحم القرش الآن بس ينضج بس والعزوم جاهزة يا سلام ما سويت انه في المهند القرش تكثر علينا العبارة شوف الماء هاي يوم جميل يعني سنع برش وعان هنا زراعة وماء وغلق برش انطبخ فيه بعد كده ما فيه هنا شباب إذا احتجتوا اي استثارة ام اي حاجة اكتبولي في الكومنت ترجمة نانسي قنقر